يعني يوم بارد في الجبال حرف جرئين نستخدمها مع الجبال الجملة الأولى حرف جرئين بلوس أكوزاتيف والجملة الثانية حرف جرئين بلوس داتيف في النوميناتف تبقى أيضا في أكوزاتيف ولكن في الضاتف تصبح مع فصول السنة نستخدم أداة تعريف وهي فصول السنة ولكي تعبر في فصل معين تستخدم إلى آخره الشمس مشرق ولكن الجو بارد الجو بارد الجو دافئ والجو ساخن أنا وإبنتها ميا يذهبون إلى الجبال يعني إبنتها دي تخت إس جيبت فيل شني هناك الكثير من الثلج دار شني هو الثلج إس إست زير كال دوت دو مستيح فام أنتسين الجو بارد جدا هناك يجب عليك أن ترتدي ملابس دافئة دوت يعني هناك وضدها هنا يعني هنا الفعل زيش أنتسين فعل بلوس أكوزاتيف معناه ارتداء الملابس يمكن أن يكون إنعكاسي أو غير إنعكاسي في سياقات أخرى باختصار أو ببساطة يكون إنعكاسي عندما لا نقول أننا نرتدي شيء ما نرتدي الملابس فقط ولكن إذا قلت ماذا ترتدي بالضبط هنا يكون غير إنعكاسي مش دامير إنعكاسي أنا في أكوزاتيف مش ديش سيش uns ايش سيش وزيش وحماية يديكي الفيل شتسن هو فعل بلوس أكوزاتيف معناه حما يحمي دي هند دي هند اليد اليدين يقومون بحماية البيئة يجب علينا حماية الحيوانات قوم بارتداء القفازات هنا غير إنعكاسي لأنها قالت لها بالضبط ماذا يجب أن ترتدي حسنا أمي سوف أرتديها زي تعود على القفازات وماذا عن رأسكي وماذا عن رأسكي وماذا عن إجابتها لأن حرف جرميت دائما بلوس داتيف الفيل براوخن هو فعل بلوس أكوزاتيف معناه يحتاج يحتاجه نعم وأنت بحاجة أيضا لوشاح لعنقك دير شال هو الوشاح دير هالس هي الرقبة أو العنق عندنا هنا أكوزاتيف لأن حرف جرميت دائما يكون بلوس أكوزاتيف لدي أو عندي هدية من أجلك أتعلم اللغة الألمانية من أجل عملي دير شال هلت ديش بام يعني الوشاح يبقيك دافئة الفعل هالتن هو فعل بلوس أكوزاتيف عنده عدة معاني على حسب السياق هنا معناه أبقى يبقي ميا هلت داست سيما زوبا ميا تبقي الغرفة نظيفة إش هالت داست فنستة جيشلوسن أنا أبقي أن نافذة مغلقة ميا تبقي دين شال أم إيرن هالس تقوم ميا بلف الوشاح حول عنقها الفعل وكلا يعني لف يلف فعل بلوس أكوزاتيف أم حرجر دائما نستعمله بلوس أكوزاتيف معناه هنا حول در هوند لوفت ام داس هاوس الكلب يجري حول المنزل فير غيين ام دين باك نحن نذهب حول المنتزه فرغيس نيشت دين جيزيشت ميا لا تنسي وجهكي ميا الفعل فرغيسن يعني نسا ينسى فعل بلوس أكوزاتيف دينو نازة دينو اوغن ودينو موند موسن اوخ ضام بلايبن يجب أن يبقى أنفكي أذنيكي وفمكي أيضا دافئين دي نازة هو الأنف دينو نازة أنفكي دي اوغن وهم الأذنين داس أو دي اوغن وفمكي دين موند دير موند هو الفم دينو نازة دينو اوغن ودين موند كلها في النوميناتيف لأنها الفاعل في الجملة إش هاب أين منتل الفاعل غيشن يعني كفا يكفي إس غيشت فور هويته يكفي بالنسبة لليوم إس غيشت يكفي لدفع الإيجار والفاعل دينكن معناه اعتقدة أو فكرة إش دينك داس أنا أعتقد هذا أيضاً أعتقدة أوف دينو بينا وهي التعليمات دير شني إس تيف الثلج عميق تيف صف معناها عميق يجب علينا أن نكون حذرين أن يكون الشخص حذر يمكن للبرد أن يوجع أو يؤلم أصابعنا وأرجو لنا دي كيلت يعني البرد وددها دي ذرم وهي الحرارة دي فنغ وهم الأصابع دير فنغ دي فنغ دي فس وهم الأرجل أو الأقدام دير فس دي فس